هل الخميرة الجفة أو الخميرة الفورية بتحتوي من ضمن مكوناتها على دهن الخنزير؟ وإيه حكاية الأكواد اللي بنلاقيها على كل الأغذية المعلبة اللي بتكون بتبتدي بحرف الإي وجنبيها مجموعة أرقام؟ هل الأكواد دي هي أكواد لمركبات مستخرجة من الخنزير بجد؟ وإيه لازمتها أنها تتحطى على الأغذية المعلبة بالذات أو الأغذية المحفوظة؟ وإزاي بطريقة سهلة جداً أقدر أعرف أن الغذاء اللي أنا باكله بيحتوي على دهن الخنزير ولا ما فيهوش دهن الخنزير ويعتبر من الأغذية الحلات السلام عليكم إزايكم عاملين إيه يا رب كونوا بخير وبصحة وبسعادة؟ في الفيديوهات اللي فاتت فيه ناس كتير سألت عن موضوع الخميرة إن بنلاقي على الخمير الفورية أو الخميرة الجفة مركب كده من ضمن المكونات مكتوب عليه إيه 491 فهل دوت يدل على إن الخميرة دي بتحتوي على دهن الخنزير؟ وإيه حكاية الأكواد ديت اللي بتبقى مكتوبة على بعض الأغذية المعلبة أو المحفوظة وهل تدل فعلا على إن مركبات دهن الخنزير موجودة فيها وهل تنوالها يعتبر من الناحية الشرائية حرام؟ فقلت فرصة كده في الفيديو ده وتنتكلم بسرعة عن موضوع الإضافات الغذائية والمواد اللي بتضاف على الأغذية المحفوظة أو المعلبة وحكاية الأكواد اللي بتبقى مكتوبة بحرف الإيه وجنبها مجموعة أرقام هل فعلا بتدل على إن من ضمن المركبات بتاعة الأغذية ديت أو مكوناتها دهن الخنزير ولا لا؟ بدايةً كده لازم نعرف يعني إيه المركبات اللي بيكون بحرف الإيه؟ حرف الإيه ده يا جماعة اختصار كلمة إيوروب يعني أوروبا وده بيرجع لأن المركبات اللي بتتحط على الأغذية المحفوظة أو المعلبة بأغراض معينة وأغراض مختلفة زي ما نعرف بعد شوية الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء في أوروبا أو في القارة الأوروبية أو في مفاوضات الاتحاد أوروبي اعتمدتها بتركيب كيميائي معين وكمان بنسب معينة مسموح بيها بحيث إنها ما تضرش صحة الإنسان عند تناول الأغذية المعلبة والمحفوظة وعشان المركبات الكيميائية دي لها أسماء طويلة جدا فاختاروا إن هم يكويدوها بعض الأرقام اللي بتبتدي بحرف الإيه طيب ليه الأغذية المحفوظة والمعلبة بالذات بتتحط عليها الإضافات دي اللي بنسميها الإضافات أو المضافات الغذائية الأغراض بتاعت الإضافات الغذائية دي مختلفة حسب المادة الغذائية المحفوظة أو المعلبة بتكون غالبا الإضافات دي لإما بتمنع المادة الغذائية دي من الفساد أو من التلف أو بتزود نوع من أنواع المنكهات أو بتزود نوع من أنواع الملونات أو بتحفظ الحموضة بشكل معين أو بتقلل الحموضة بشكل معين يعني كل مادة من الإضافات الغذائية دي بتكون لها ضرورة بتتحط على الأغذية المعلبة أو الأغذية المحفوظة طيب هل كل الإضافات الغذائية دي إضافات مضرة للصحة العامة وكلها من أصل كيميائي في كتير من الإضافات الغذائية دي أصلها نباتي مستخرجة من النباتات الطبيعية وما بيكونش ليها ضرع على صحة الإنسان إذا تم تناولها بالقدر المزبوط وتم تصنيعها كمان من قبل الشركات المصنعة بالشكل المزبوط الأكواد دي بتكون متقسمة من أول رقم E100 لغاية رقم E1599 وبتقسمة بقى جروبات الجروبات دي بتكون الجروب الأول أو المجموعة الأولى بتكون رقم من E100 لغاية E199 ولما نلاقي من أول مية كده لغاية 199 نعرف إن المواد اللي دخلة في تركيب المادة الغذائية دي مواد ملونة يعني الغرض منها تلوين المادة الغذائية أو إضافة لون يزود لونها الطبيعي أو يغير لونها الطبيعي عن المادة الغذائية أو لون المادة الغذائية الأصلي على رأس الإضافات دي المركب E100 اللي هو يعتبر خلاصة الكوركم أو لون الأصفر بتاع نبات الكوركم طيب هل الفئة الأولى دي أو المجموعة الأولى فيها حاجات ممكن تعتبر حرام؟ كتير من الدول العربية والإسلامية حرامت المركب الملون المكود باسم E120 وهو لون الأحمر اللي بيتاخد من نوع حشرة معينة ففي دول كتير جدا الجهات الشرعية اللي فيها حرامت المواد الغذائية اللي بتحتوي على الملون أو المضاف الغذائي رقم E120 المجموعة التانية بتبتدي من E200 لغاية E299 ودي رموز للمواد الحفظة والمواد الحفظة من اسمها كده بتحفظ المواد الغذائية من البكتيريا وعلى رأسها وأشهرها ال E211 اللي هي بنزوات الصوديوم اللي بتكون من ضمن المواد الحفظة اللي بتتحط على الأغذية اللي فيها نسبة حموضة شوية عشان بتفرز حمض البنزويك اللي بيكون له دور فعال بشكل كبير في القضاء أو حماية المادة الغذائية من البكتيريا الجروب التاني ال E300 ل 399 دي الإضافات اللي بيكون عبارة عن مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة بتستخدم كنوع من أنواع المواد الحفظة وده السبب اللي بعض الأغذية بنلاقي مكتوب عليها عبارة خالي من المواد الحفظة هي ما بيكونش فيها مواد حفظة من الفئة اللي قبل كده اللي هي فئة المتنات بيكون فيها مواد لها طبيعة حفظة شوية إنما بيكون في صورة مضادات أكسادة وعرقصها حمض الإسكوربيك اللي هو فيتامين سي اللي هو E300 وحمض الستريك اللي هو ملح اللمون اللي هو E330 نيجي بقى ليه الجروب اللي عليه خلاف كبير جدا اللي هو ال E400 اللي هو الأرقام اللي بتتدي أو الأكواد اللي بتتدي من E400 لغاية E491 دي غالبياتها مواد مستخرجة من بعض أنواع الزيوت والدهون ودي ممكن فعلا يكون أصلها من دهن الخنزير في كتير من الدول غير الإسلامية أو اللي لا تعتمد على إنتاج الغذاء بتاعها على الشريعة الإسلامية ومن ضمنها E491 E491 دي عبارة عن إسطر لأحد الأحماض الدهنية اللي بيضاف على الخميرة الفورية أو الخميرة الجفة عشان حمايتها من الجفاف احنا قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده إن الخميرة دي عبارة عن فطر والفطر دي عبارة عن كائن حي إذا نزعنا منه الرطوبة ومنعنا عنه الأكسجين لفترة طويلة هيموت وتبقى الخميرة غير فعالة فالخمير الجفة أو الفورية بتبقى صورة حبيبات صغيرة كده بيحطوا عليها المادة دي عشان يغلفها بطابقة دهنية يحافظ عليها من الجفاف أو فقدان الرطوبة بشكل كامل طيب معنى كده إن بالضرورة الخميرة الفورية أو كتير من الأغذية فيها دهن خنزير ببساطة مش كل المركبات اللي عليها وربعميات بيكون فيها دهن الخنزير بالضرورة لأن أحد طرق التصنيع في المواد الغذائية أن هما بيستعينوا بعض الزيوت النباتية وأشهرها طبعا زيت النخيل فزيت النخيل بيعتبر مادة أرخص بكتير من دهن الخنزير لأنه بيونتج بكميات كبيرة جدا وبياخدوا منه مركبات دهنية بيتحطى على بعض أنواع الأغذية اللي بتصدر لدول العالم العربي والإسلامي عشان يتحطى عليها شعار الحلال عشان كده وحضراتكم مقيمين في دولة خارج الدول العربية والإسلامية لازم تتأكد لو المادة الغذائية مكتوب عليها من ضمن الإضافات اي ربعمية أو اي ربعمية تسعة وتسعين من أو ربعمية لغاية ربعمية تسعة وتسعين تتأكد أن شعار الحلال مكتوب فيها ومن ضمن مكوناتها أن هي بتحتوي على زيوت نباتية نعرف كده أن المركبات الدهنية اللي دخلها في تركيبها أصلها نباتي وبالتالي ما بيكونش فيها مشكلة خالص من تناولها وعشان ما ندخلش في لغبطة واللغبط نفسنا ونعمل زعرة عند الناس من غير داعي هنسيبلكو في الوصف أسفل فيديو قوائم بكل المركبات اللي بتحتوي على الأرقام اي من أولها لأخيرها وإيه الحرام فيها وإيه الحلال وإيه الإضافات اللي بتقع في فئة المشبوه اللي ممكن نكتنبها أو ممكن نتحرى من شعار الحلال أو المكونات الموجودة فيها كمان برضو عشان نسهل على حضرتك وجبنا لكم موقع في منتهى السهولة حضرتك لو شاكك في أي مادة أو في كود أي مادة هتكتبه على الموقع دوت وتدوس على بحث هيكتب لك المادة دي وإسمها وهل هي حرام أو حلال أو مشبوه وعشان تتقي الشبوهات اللي فيها تدور على ايه من ضمن المكونات وتعرف بالتالي المادة الغذائية دي حرام تناولها أو حلال وكل المواقع دي تتمعتمدة من جهات إسلامية على مستوى العالم العربي والإسلامي هنسيبها لكم في الوصف أسفل الفيديو وطبعا أنا مش عايز أسترسل أكتر من كده في تنوع المركبات ديت لأنها مركبات كتيرة ولكن الغرض من الحلقة دي أن احنا نوضح لحضرتكو أن مش كل المركبات دي مركبات خطيرة ومش كلها مركبات مصرطنة ومش كلها دهن خنزير هي بتتحط على المادة الغذائية المعلبة أو المحفوظة بغرض معين عشان يحفظها بطريقة معينة أو يحميها من الفساد بطريقة معينة أو يضف لها ألوان أو يضف لها بعض أنواع المنكهات أو يحفظ الحموضة بتاعتها أو يعادل القوان بتاعها بشكل أو بآخر وتكلمنا في حلقات الزبادي لما بنلاقي عليها بعض المركبات زي البكتين مثلا اللي هو أحد المركبات اللي بتخش في تركيب الزبادي اللي بنلاقيه في السوبر ماركت وتكلمنا عنه باستفادة وهنسيب لكم رابط الحلقة في الوصف أسفل الفيديو طب لو أنا شاكك بقى من الموضوع ده كله ومش مصدق أن الجهات دي جهات أمينة والكلام ده كله كلام أنا ما صدقوشه وكل الكلام ده ملوش لازمة بالنسبة لك يبقى حضرتك بمنتهى البساطة تكتنب كل الأغذية المحفوظة لأن مفيش غذاء محفوظ أو معلب من أي نوع لا يوضع عليه إضافات عشان الإضافات دي تحفظه بشكل أو بآخر دي كده كانت جولة سريعة في عالم الإضافات الغذائية وإزاي نتعرف على أنواع الإضافات الغذائية اللي بيكون موجودة على الأغذية اللي احنا بنكلها وبنشتريها من السوبر ماركت عشان لما نشتري نبقى عارفين بنشتري إيه ولما ناكل نكون عارفين بنكل إيه وبنأكل أطفالنا إيه يارب أكون قدرت أفيد حضراتكم النهاردة معلومة لو حسنت الفيديو ممكن يفيد حد غيرك ياريت تدعم القناة وتشاير الفيديو كمان ما تنساش لايك للفيديو واشتراك القناة ونلتقي على خير إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته